مفيش كلام في مدينة ادفو حاليا غير الحكايات الكبيرة عن المزاد الضخم والمرتقى بتنظيمه خلال ايام بالمدينة البعيدة بجنوب مصر واللي بتحلم باسترداد ملياراتها المنهوبة بعد الاستلاء عليها من جانب نصاب محترف مع رهانات من الحكومة على نجاح المزاد لاطفاء نار الغضب المشتعلة في صفوف الضحايا وهيتم طرح حوالي 10 كيلو نص من الدهب ده غير قطيع كبير من الماشية والجمال واسطول من السيارات كل ده هيتم طرحه بالمزاد للبيع فايه القصة وايه علاقة المزاد الضخم ده بحصاوي اخطر واحدث مستريح اسقطه الامن تعالوا نروح للتفاصيل من نصاب لاخر بتتكرر وقائع الاحتيال على المواطنين في عدة قرى اخرى بمدينة اتفو التابعة لمدينة اسوان لكن عيون اجهزة الامن المصرية دايما صحية واللي اعلنت سلطاتها القبض على طاهر الحصاوي وده شاب اخر تمكن من جمع 100 مليون جنيه من المواطنين بقرية الشرفة التابعة لمدينة اتفو بحجة توظفها في تجارة السيارات والماشية مقابل نسبة ربح قيمتها 60% التفاصيل من خلال مصادر امنية بتقول انه تم رصد تردد عدد من المواطنين امام معرض سيارات ملك احد الاشخاص مقيم بمركز شرطة اتفو باسوان وده للمطالبة باسترداد اموالهم بعد اكتشافهم قياموا بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على اموالهم بزعم توظفها في تجارة السيارات وتحصلوا على سيارتهم لتشغيلها وعدم قياموا بالسداد في الموعد المحدد سريعا اصفرت جهود البحث عن ضبط المتهم بمكان اختباؤه بمنطقة العمرانية بالجيزة وكان بحوزته 16 سبيكة من الدهب وزنها حوالي 10 كيلو نص تقريبا ومبلغ مالي ضخم كمان تم ضبط والده وعدد من معاوني تبين الامن ان الضحايا تجمعوا امام منازل ومعارض يمتلكها المتهم بمسقط رأسه باتفو واستولوا على اللي لقوه قدامهم من اجهزة وممتلكات مش بس كده لكن اضرموا النيران في مقاره بروح الانتقام وده اللي كشفوا عدد من اهالي القرية واللي اضافوا كمان ان المواطنين الغاضبين تجمعوا امام منازل ومعارض حصاوي فور علمهم بخبر قيامه وبمعاونة انصاره من تحميل سيارتين بالخذائن او بالخذائن المملوئة بالاموال والذهب والهرب باتجاه المناطق الجبلية الوعيرة فقام الاهالي باشعال اطارات السيارات بالقرية وهجموا على مباني تبعة للمتهم ومستشفى المدينة ومن باب التهديئة خرج اللواء اشرف عطية محافظ اسوان واكد ان الدولة هتقف بكل امكانياتها بجانب المواطنين اللي تعرضوا لحالات نصب من جانب البعض واللي مرسوا انشطة تجارية مخالفة خاصة في مجال الحصول على رؤوس الماشية والجمال وتوظفها بطرق غير مشروعة كمان كشفت المحافظة انه بيجري التنصيق حاليا مع المحامي العام لاصدار قرار من النيابة بسرعة التصرف في رؤوس الماشية والجمال من خلال لجنة محايدة هتشرف على عملية توزيعها او طرحها بمزاد علني ضخم وهيتم توجيه عوائدها المالية للمستحقين من المواطنين اللي تعرضوا للنصب ونهب فلوسهم الضخمة واللي قيل انها بالمليارات حقيقة محافظ اسوان ناشد المواطنين بمدينة البصيلية وقراها ونجوعها بضبط النفس والتحلي بالصبر وده في ظل الجهود المبذولة من القضاء والشرطة لسرعة ارجاع الحقوق لاصحابها كمان شدد المحافظ على انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع كل من يتجاوز ويهدد السلم العام والاجتماعي بنشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة كنت معاكم انا رائد حاكم دومتم في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة